بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلامه وتبني كرام اهلا وسلامه كل اللي بيسمعني الاول مرة معكم من صفا قناة يوتيوب كل اللي بيسمعني الاول مرة وعجبوا الفيديو ما ينساش احترق بفعل القرس حب اعرفون في قناة ثانية اسمعي يوتيوب معرفة اي اي اشتركوا في القناتين قناة يتيوب وقناة يتيوب معرفة القناتين بنزل فيهم تعبير وانشاءات ووضعيات وحلول وتلخيص دروس وباقي محتوى القناة دعمنا اشتركوا في القناتين ولا تنسى اللايك ومنت حلو للقناة اذا اعجبكم الفيديو اه يمكنكم اصل القناة الثانية اللي بيسمعني الاول مرة ممكن تكتف البحث يوتيوب اه معرفة هتظهر لك او ممكن تبحث في هذه القناة عندي الصفحة الرئيسية تحت اسفل الفيديوهات عندي فيديوهات مميزة هتجد القناة الثانية يوتيوب معرفة اليوم تعبير حواري بين صحفي والامير عبدالقادر الجزائري اه موجود في القناة تعبير حواري عن الامير عبدالقادر الجزائري تعبير حواري بينك وبين الامير عبدالقادر الجزائري موجود في القناة اما اليوم اه تعبير حواري بين صحفي والامير عبدالقادر الجزائري تمام يعني اذا تريد تعبير حواري بين الامير وبين بينك وبين الامير موجود في القناة اليوم بين صحفي والامير اه ذات يوم مقدمة اطرق بايات بمقدر كم ذات يوم ظهر حوار بين صحفي وبطل من أبطال الجزائر ألا وهو الأمير عبدالقادر الجزائري أضع نقطة كده مقدمة لمحة عن الموضوع العرض كده الحوار العرض ذكرت الحوار استخدمت أفعال القول قال وقلته واستخدمت أسليب الإنشائية واستخدمت الضمائر وباقي مؤشرات رمض الحوار قال الصحفي أهلا وسهلا سيدي أود أن أجري حوارا معك هل تقبل ذلك عند علامة استفهام لأنه أسلوب استفهام رد الأمير نعم أقبل وأهلا نعم أقبل وأهلا بك نعم أقبل وأهلا بك قال الصحفي أنت بطل والشعب الجزائري يعتز ويفخر بك كثيرا رد الأمير شكرا هذا من واجبي أن أحمي وأدافع عن وطني فهو موطني الغالي سأل الصحفي أين أين ولدت وفي أي سنة أجاب الأمير إحنا هنا ضفنا ردة نغير كتبنا أجاب أجاب الأمير في مدينة المعسكر بالغرب الجزائري عام 1888 ميلادية قال الصحفي لماذا اختارك الشعب أميرا وقائدا أجاب الأمير أو رد الأمير أو قال الأمير لأني كنت بارعا في تنظيم الجيش والتخطيط للمعارك الصحفي ما الذي جعلك ما الذي جعلك تؤسس دولة الجزائر الحديثة هنا في سوب استفهام نضع علامة الاستفهام ما الذي جعلك تؤسس دولة الجزائر الحديثة أجاب الأمير كنت ملما مثقفا بالعلوم المختلفة كالعلوم السياسية والعسكرية وغيرها الصحفي وما هي المشاكل التي واجهتك عندما توليت الإمارة وماذا فعلت لحلها الأمير لم يكن لدي المال لإقامة دائم الدولة فلم أفقد الأمل فقد كنت أدعو إلى الوحدة وترك الخلافات آخر سؤال قال الأمير عفوا قال الصحفي ما هي طريقتك في تحقيق الوحدة ما هي طريقتك في تحقيق الوحدة رد الأمير أو أجاب الأمير أو قال الأمير الوحدة هي الإقناع والتذكير بمطلبات الوحدة هي الإقناع والتذكير بمتطلبات الإيمان والجهاد قال الصحفي انتهت الأسئلة قال الصحفي شكرا لك على هذه المقابلة أو شكرا لك على هذا الحوار وأنت في قلوبنا وعقولنا ولن ننساك أبدا الأمير لا شكر على واجب وإلى اللقاء لا شكر على واجب وإلى اللقاء الأسئلة اللي أنا سألتها أو الصحفي سألها للأمير أسئلة كثيرة يمكن لو وجدت التعبير الحواري طويل أسئلته كثيرة ممكن تلخصوا في الأسئلة تختاروا الأسئلة التي تعجبكم وممكن تحزفوا الباقي أما إذا كان التعبير ليس طويلا يمكن كتابتي كما هو مكتوب ندينا أكثر من سؤال ندينا سؤال اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس أسئلة بالإجابة بتاعتهم نلتزم بعلامات الترقيم النقطتين عند القول وكمان نلتزم بالفاصلات وعند السؤال نضع علامة الاستفام أدوات الاستفام نضع أدوات الاستفام وعلامات الاستفام نهاية التعبير طبعا مؤشرات النمط الحواري موجودة ووضحة هنا قال قلت أرد أجاب سأل أفعال القول موجودة أدوات الاستفام سليب الإنشائية موجودة أيضا رب الفيديو يعجبكم أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله موجود في القناة تعبير كثيرة عن الأمير عبد القادر الجزائري رب تعجبكم وبأكثر من نمط وبأكثر للمرحلة الدائية وكذلك المرحلة المتوسطة وإذا أردتم أي موضوع عن الأمير موجود إن شاء الله تجدوه في القناة وإذا لم يوجد اكتبوا لي في التعلاقات إن شاء الله نزله لكم لا تنسونا أمان عليكم إذا أعجبكم الفيديو أو إذا أخذت التعبير أو إذا أخذت جزء من التعبير أو جزء من الحوار اعملونا اللايك وإذا تستطيع تشير الفيديو شير الفيديو جزاكم الله خيرا أراكم في الفيديوهات القادمة وأترككم في رعاية الله كانت معكم الصفاقة نتيتي مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته lien leer اشتركوا في القناة